بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي الطلاب بالأمس تحدثنا عن اللون الثاني من ألوان البلاغة وهو علم البيان وتحدثنا وقلنا أيضا أن علم البيان هو العلم الذي يعرف به المعنى الواحد بأكثر من طريقة وتحدثنا أيضا عن التشبيه والاستعارة والكناية اليوم سنتكلم عن اللون الثالث من ألوان علم البلاغة وهو علم البديع والبديع هو الذي يهتم بالمحسنات يعني العلم الذي يهتم بوجوه تحسين كلام سواء كانوا محسنات معنوية أو محسنات لفظية سنتحدث عن مرحلة الأخيرة وتزيين كلام وتحسين كلام وإظهار البديع والمحسنات البديعية هذا هو ما يسمى بعلم البديع إذن علم المعاني في بداية هو الذي يهتم بإحوال تركيب الجملة تركيب الجمل ثم علم البيان الذي يهتم بإخراج الجملة بأكثر من طريقة المجاز والتشبيه والاستعارة علم البديع هو الذي يهتم بوجوه تحسين الكلام مباحث علم البديع الموضوع الرابع هنا في مباحث علم البديع أولا تعريفه إذا تذكرنا أن البلاغة تهدف إلى إيصال الكلام إلى أقصى درجات التمييز والجمال علمنا أن علومها الثلاثة تتضافر وتتكامل لتبلغ هذه الغاية فالبديع هو نهاية العلوم أو آخرها فحين تريد أن تكتب نصا فإنك تبحث أولا عن أمثل صياغة العبارة لتؤدي المعنى المرادة منها ويمكن أن يفهمها المخاطب ويقتلع بها وهذه وظيفة علم المعاني فهو يعنى بنظم الكلام على نسق معين إذن هذا علم المعاني نظم الكلام وترتيبه على نسق معين وإخراجه وهو أقرب إلى النحو بحيث يضع الألفاظ في مواقعها المناسبة للمعنى ذاكرا ذكرا وحذفا وتقديما وتأخيرا وتعريفا وتنكيرا إلى غير ذلك ليكون الكلام صحيحا في لغته مناسبا لحاله ومقامه ثم تنتقل إلى خطوة تالية تبحث عن أسلوب الأمثل لتأدية أحد المعاني وتنظر في درجة الوضوح المناسبة للمخاطب وهذه وظيفة علم البيان إذن إخراج المعنى أقول أن العلم الذي يعرف به المعنى الواحد بأكثر من طريقة وتأتي بعد هذه خطوة ثالثة وقد أصبحت أمام عبارة وأسلوب مناسبين فتبحث عن زينة للعبارة وتحسين إذن علم البديع هو الذي يهتم بالزينة وتحسين الكلام وهذه الخطوة قد تستدعي منك اختيار كلمة مكان أخرى أو إضافة على الجملة ليكتسب الكلام المزيد من البهاء والجلاء والإثارة وهذه وظيفة علم البديع وهو ثالث علم بلاغة وهذا التحسين نوعان تحسين معنوي ويعتمد على المعنى كما في الطباق والتورية وتحسين اللفظي يعتمد على اللفظ كما في الجناس والسجع هذا العلم البديع باختصار أنه محسنات الحديث عن المحسنات البديعية سواء كان المحسن معنوي أو محسن لفظي المحسن المعنوي الطباق والتورية والطباق مقصود بها التضاد والتورية أن تأتي كلمة تحتمل معنين أحدهما قريب والآخر بعيد وهو المراد أما تحسين لفظي فيعتمد على اللفظ كما في الجناس وهو اتفاق الألفاظ واختلاف المعاني وفيه جناس تام وجناس ناقص أما السجع فهو اتفاق الحروف أو آخر الجمل في اتفاق الحروف سواء حرف أو حرفان أو أكثر مرتبطة ارتباط نثيقا بتعريف البلاغة الذي أشرنا إليه من قبل فلابد في كل منهما من مراعات ركني البلاغة الفصاحة ومطابقة مكتظى الحال ولا يجوز التساهل في أي من هذين الركنين ولهذا كان من عيوب الكلام أن تكون هذه المحسنات متكلفة مصطنعة ليس لها دور في الكلام إلا الزخرفة الشكلية التي تثقل الكلام وتعيبه معنى أن علم البديع لا يطغط طغيانا كبيرا حتى يكون مثقلا وحتى يكون فيه شيء من الزيادة والمقصود هنا أن لابد أن تهتم في علم البديع بركني البلاغة والفصاحة وأن يكون الكلام مطابقا لمكتظى الحال لا أن تكون هذه المحسنات متكلفة مصطنعة حتى يهتم فيها بجانب اللفظ ويترك جانب المعنى ومما يروى أيضا أن هناك أحد الخلفاء قد عزل قاضيا من أجل أن يأتي بسجعه أو يتكلف عندما قال أيها القاضي بقم لم يجد شيء إلا أن قال قد عزلناك فقم فهنا أتى بسجعة حتى أن يكمل هذا البيت فعزل هذا القاضي فالخلاصة هنا أن علم البديع هو العلم الذي تعرف به طرق تحسين كلام أن علم البديع هو العلم الذي تعرف به طرق تحسين كلام والبديع نوعان معنوي ولفظي والبديع جميل إن لم يكن متكلفا وإن كان على الطبع وعلى السجية أو كان فيه بعض المحسنات البسيطة لكن إن المال إلى التكلف وإلى الصنعة فإنه سيكون ممزوجا وغير مناسب ومستهجا بل إنه قد يهتم بجانب اللفظ ويترك جانب المعنى من المحسنات المعنوية الطباق والمقابلة قديما قيل بضدها تتميز الأشياء أو بضدها تتميز الأشياء فكثير من المعاني تتضح أكثر حين نعلم نقيضها فنستحذر في أذهاننا صورتين متناقضتين فيزداد رسوخ معنى كل منهما وهذا المحسن البديع الذي نحن بصدد دراسته يعتمد على هذا المبدأ إذ هو قائم على الإتيان بالكلمة ونقيضها معنى الضد في عبارة واحدة أو مقام واحد وهذا الجمع بين النقيضين يأخذ صورتين الصورة الأولى تعتمد على الجمع بين الكلمة ونقيضها كالحياة والموت والسواد والبيض والليل والنهار والكرم والبخل معنى الكلمة وضدها وهذا الطباق ما يسمى بالطباق والبطء والسرعة وغير ذلك وهذا كثير في الكلام البليغ منه قوله تعالى ومن كان ميتا فأحييناه ميتا وأحييناه فجمع بين الموت والحياة في ميتا وأحييناه ومنه أيضا الجمع بين الطاعة والمعصية في قولي أوس بن حجر في قوله أطعنا ربنا وعصاه قوم فذقنا طعم طاعته وذاقوا وهم الصورة الثانية فتعتمد على الجمع بين الكلمة مثبتة ومنفية كالعلم وعدم العلم إذن الضد هذا يسمى السلب ذاك يسمى طباق إجابة وهذا يسمى طباق سلب والمقصود به الكلمة وضدها في النفي في الإثبات والنفي فأقول هنا مثبتة ومن فيك العلم وعدم العلم الجهر وعدم الجهر أو يعلم ولا يعلم وجهر ولم يجهر وغير ذلك من أمثلة هذه الصورة في قوله تعالى أقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ومنها في الشعر قول وحمد شوقي في رثاء صديق الله وعطى المال والهمم العوالي ولم يعطي الكرامة والإباءة ومن الطباق ما تستعدد فيه الألفاظ متضادة فيرد لفظان أو أكثر وهذا ما يسمى بالمقابلة يعني إذا الطباق كلمة وكلمة إذا تعددت لا تخرج مثلا من العز الطاعة إلى ذل المعصية عز ضدها ذل وطاعة ضدها معصية على التوالي وعلى الترتيب هذا يسمى مقابلة أو أكثر ثم يأتي ما يضاده على الترتيب نفسه مثل هذا الطباق يطلق عليه المقابلة قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد واليسر ولا يريد والعسر كل هذا يريد ضدها لا يريد واللي يسر ضدها العسر فقابل بين يريد اليسر وضديهما لا يريد العسر مع المحافظة على الترتيب الذي جاءت عليه الكلمتان الأوليان حيث قابل يريد بلا يريد وقابل اليسر بالعسر وقول الشاعر إن هذا الربيع شيء عجيب تضحك الأرض من بكاء السماء فقابل بين ضحك الأرض وبكاء السماء وهذا ما يسمى بالمقابلة هذا ما يسمى بالمقابلة الخلاصة أن الطباق هو الجمع في الجملة بين معنيين متضادين وهو نوعان الجمع بين كلمة وضدها وهو قسمان طباق إيجابه هو الجمع بين كلمتين متضادين أما طباق السلب وهو الجمع بين إثبات ونفي إثبات الكلمة ونفيها أما المقابلة وهي ذكر كلمتين أو أكثر ثم ذكر ما يضادها على الترتيب مرتبة بمعنى أن إذا كان التضاد أو الطباق كلمتين فأكثر فتسمى مقابلة اللون الثاني من ألوان العلم البديع وهو التورية في اللغة العربية ألفاظ تتردد بين أكثر من معنى لكن الذي يحدد استخدام معنى دون آخر هو السياق وقرائع الأحوال إلا أننا قد نستخدم أحد هذه الألفاظ ونحاول إخفاء المعنى الذي نريده وراء معنى آخر مشهور لللفظ نفسه فلو قال قائل لآخر حضر جدك ففزت في المسابقة فإننا نجد لكلمة الجد معنيين الأول هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن مباشرة عند إطلاق هذه الكلمة وهو أبو الأب وهذا الجد المعروف أو أبو الأم ولكنه ليس المراد هنا والمعنى الثاني هو الحظ بمعنى أنه أحيانا قد يذكر كلمة يتضح من خلالها ببدايتها المعنى واضحا ثم بعد ذلك أمعنت النظر وفكرت أرفت المعنى الآخر وهو المقصود وهو المعنى المقصود في قول القائل وهذا ما يسميه البلاغيون بالتورية ومن ضمنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا عندما خرجه أبو بكر إلى جهة الغار فرأى رجلا من الأعراء فسأله ممن القوم فقال مما؟ فقال مما؟ ظن الرجل أنه اسمه قبيلة والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد أصل الإنسان فهذه كلمة تحتمل معنيا الأول قريب والواضح والثاني بعيد وهو المراد وعلى هذا الأسلو فسر كثير من المفسرين معنى النجم في قوله تعالى شمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان فالنجم لها معنيا معنى قريب وهو كوكب السماء ومعنى وهو المورى به ودل على هذا المعنى كلمتها الشمس والقمر ومعنى بعيد وهو المرى عنه وهو النبات الذي لا ساق له كما ذكر في التفسير بقرينة جمعه مع الشجر في مقام واحد ومن التورية قول سراج الدين الوراق أصون أديم وجهي عن أناس لقاء الموت عندهم الأديب ورب الشعر عندهم بغيظ ولو وافى به لهم حبيبه فكلمة حبيب لها معنيان أحدهما المحبوب وهو المعنى القريب الذي يتبادر للذهن بسبب التمهيد له بكلمة بغيظ بغيظ محبوب والثاني اسمه أبي تمام يقصد الشاعر أبي تمام معروف هو حبيب نوس وهذا المعنى بعيد وقد أراده الشاعر ولكنه تلطف فورى عنه وستر بالمعنى القريب وقد تقول مثلا أن المنام طائر إن قصصته وقع فالمعنى الأول من قص جناح الطائر والمعنى الثاني من حكاية المنام فقالوا المنام طائر إن قصصته وقع وهكذا فالتورية المقصود بها أن يذكر لفظا يحتمل معنيين الأول واضح قريب وهو غير مراد لكنه مرعا لكن إن أمعنت النظر وفكرت فإنك تجد المعنى الآخر وهو البعيد وهو المقصود والمراد فالتورية هنا ذكر لفظ لهم معنيين قريب وبعيد ويرادوا به ويرادوا المعنى البعيد اللون الثالث من ألوان المحسنات اللفظية وهو الجناس والجناس هو اتفاق الألفاظ واختلاف المعاني أن الألفاظ أو الكلمات متشابهة لكن المعنى مختلف لعلك تذكر المثال الذي افتتحنا به درس التورية السابق وذلك حين قلنا حضر جدك ففزت في المسابقة فذكرنا حينها أن لكلمة الجد معنيين وأن القائل أراد هنا الحض فلنستعمل هذه الكلمة في استخدام بديع آخر ولنقل على سبيل المثال زارني جدي فحسن جدي هنا جدي وجدي كلمتان لكن الأولى تحتمل جد أبو الأب أو أبو الأم والثانية تحتمل حض إذن اتفاق في الألفاظ واختلاف في المعاني أنت تلحظ في هذا المثال أننا كررنا كلمة جدي مرتين في هذه الجمل ولكن معنى كل منهما مختلف فأردنا بالأولى منهما أبو الأب أو أبو الأم وأردنا بالثانية الحض فالكلمتان من حيث الشكل والكتاب متطابقتان ولكنه من حيث المعنى مختلفتان هذا هو أحد المحسنات البديعية اللفظية وهذا ما يدعى بالجناس التام ولعلك تدرك من خلال هذا المثال أن بين الجناس والتورية تشابها واختلافا فأما التشابف في كون كلمة واحدة تحتمل أكثر من معنى وأما الاختلاف الذي بين هذين المحسنين فهو أننا في التورية لا نستخدم الكلمة إلا مرة واحدة ولا نريد بها إلا معنى واحدا هو المعنى البعيد وأما في الجناس فإن الكلمة تريد مرتين في الجملة وتكون في كل موضع بمعنى في قوله تعالى مثلا ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة فالساعة الأولى القيامة والساعة الثانية الوقت إذن هنا الكلمتان متفقتان ومتشابهتان لكن المعنيين مختلفين لكن الجناس لا يعني دائما التطابق بين الكلمتين في الشكل والكتابة وإنما قد تكون الكلمتان مثلا متشابهتين فتختلف في نوع حروفهما كان يقال هذان شابان صالح وطالح وقد تختلفان في حركات حروفهما كما لو قلنا رأيت رجلا يشكو رجلا له مكسورة رجلا ورجلا وقد تختلفان في عدد الحروف كقولنا سرت مع عالم أطلعني على معالم المدينة عالم ومعالم وقد يكون الاختلاف بين الكلمتين في ترتيب حروفهما مثل مثل سنحقق آمالنا وندفن آلامنا آمالنا وآلامنا وهذا يسمى جناس ومثل هذا الجناس الذي يكون فيه الاختلاف بين الكلمتين بأحد هذه الأمور الأربعة يسمى الجناس غير التام إذا نقصت أربعة أمور وهي الترتيب والحروف والعدد ويلاحظ هنا في الترتيب والحروف والعدد وأيضا لا سبيل المثال لأن يكون الاختلاف في أكثر من أمر واحد فإذا اختلفت الكلمتين في عدد الحروف والترتيب لم يكن بين الكلمتين جناس لم يكن بين كلمتين جناس إذا اختلفت العدد والترتيب واختلافهم كاملا يعني مثلا يقول لكن الجناس الناقص ما يسمى بالحركات أو اختلاف في الترتيب واختلاف في الحروف يقول والحسن في شيئين رونقه بيت من الشعري أو بيت من الشعري الشعر والشعر أيضاً هذا يسمى جناس غير تام لأن نختلف فيه الحركات ومن أمثلة الجناس التام في القرآن قوله تعالى اليوم تقوم الساعة يقسم المجلمون الملابث وغير ساعة فالساعة الأولى هي يوم القيامة والساعة الثانية هي جزء من الزمن ومنه قول الشاعر فدارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم فدارهم الأولى بمعنى جاملهم ودارهم الثاني بمعنى بيتهم أما مكانهم أو أرضهم الأولى بمعنى أطلب رضاهم وأرضهم الثاني بمعنى أيضا الموقع وأملاكهم من أمثلة الجناس غير التام الذي اختلف فيه نوع الحروف وهم ينهون عنه وينأون عنه ينهون وينأون وهذا بينه ينهون وينأون جناس غير التام لوجود الحرف الهاء في الأولى وحرف الهمزة في الثانية ومن أمثلتي أيضا التي اختلفت فيها الحركات ما بين نهاكة ونهاكة في قولي من الفارض هل لا نهاكة نهاكة عن لوم مرئ لم يلف غير منع من بشقاء ومما اختلف في عدد الحروف أيضا قول الخنساتر في أخاه صخر إن البكاء هو الشفاء من الجوى بين الجوانح الجوى والجوانح تزيد عدد الحروف بالنوني والحاء ومما ايضا اختلف في الترتيب بين الكلمتين قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم تحمله الناقة الأدماء معتجرا بالبرد كالبدري جلى نوره الظلماء بالبرد كالبدري النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس البردة أو ما يلبس الفروة وكل بدري فهذه برد وبدر هذه بينهما جناس لكن غير تام لاختلاف الحروف في الترتيب الخلاصة أن الجناس هو تطابق اللفظين أو تشابهما في النطق والكتابة مع اختلافهما في المعنى وهو نوعان جناس تام وهو ما تطابقت فيه الكلمتان في أربعة أمور نوع حروف وحركاتها وعددها وترتيبها أما غير التام وهو ما تشابهت فيه الكلمتان في الشكل واختلافتها في واحدة من هذه الأربعة السابقة التي هي نوع حروف وحركاتها وعددها وترتيبها السجع من ثراء لغتنا العربية وغناها أنك تستطيع التعبير على المعنى بأكثر من طريق ويمكنك استخدام أكثر من كلمة في الموضوع الواحد فإذا ردت أن تصف صديقا يمتاز بجميل الخلق الخلال والكريم الصفات فتستطيع أن تقول صديقي يحترم من كان أكبر منه سنا ولا يبغي على من كان أصغر منه ويتصدق على الفقير ولم أره يؤذي أحدا ولم أسمع منه يوما كذبة يحفظ ما أسر به أسر به إليه حريص على كل بر لكنه يمكنك أن تعبر عن هذه المعاني ذاتها بعبارات أخرى تمتاز بالجمال والإيجاز والإيقاع الصوت الذي يقع موقعا حسنا في أذن السامع وقلبه فيمكنك القول صديقي يحترم الكبير ويرحم الصغير ويحسن إلى الفقير لا يؤذي أحدا ولا يكذب أبدا لا يفشي سرا ولا يترك بالر والذي يعنينا في هذا المقام هو هذا الإيقاع الصوتي الذي جعل الجمل تتوازن المقصود به هنا استجع اتفاق الحروف مع بعضها البعض في نهاية كل جملة الذي جعل الجمل تتوازن وستقابل تطرب له الأذن ومصدر هذا الإيقاع الجميل هو ما اتفقت فيه أواخر وبعض الجمل من الحروف ويمكن توضيح هذا الاتفاق فيما يلي يحترم الكبير ويرحم الصغير ويحسن إلى الفقير لاحظ حرف الراء مع لها هنا اتفقت أواخر هذه الجمل في الحرفين أخيرين نيو والراء لا يؤذي أحدا ولا يكذب أبدا أيضا اتفقت هنا في حرف الأخير وهو الدال ويجب التنبه لأنه لا عبرة بآلف التنوين طبعا لأنه ليس من حروف الكلمتين أيضا لا يفشي سرا ولا يترك برا أو لا يترك برا اتفق آخر الجملتين هنا في الحرف الأخير وهو الراء وهذا نوع من التوافق في الحرف الأخير من الجمل هو ما يسميه البلاغيون السجع والسجع قلنا من سجعة الحمامة إذا أصدرت صوتا رتيبا والمقصود به السجع فيه الاصطلاح هو اتفاق الحروف في أواخر الجمل ما يكون في الاتفاق فيه الحرفين الأخيرين ومنهم يكون اتفاق في الحرف الأخير ولا شك أن السجع في الحالة الأولى أقوى وأظهر بقي أن نقول إن جمال السجع لا يكون إلا من حيث يغيب التكلف وتأتي الكلمات عفوا ويكون اللفظ تابعا للمعاني وأما ما جاء على خلاف ذلك فليس من البلاغة في شيء وفي كلام مصطفى عليه الصلاة والسلام كثير من أمثلة السجع البليغ والجميل عن المغيرة بين شعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات ووعد البنات أمهات وهات وبنات هذا السجع اتفاق الحروف التاب والألف وكره لكم قيل وقال وكثرت السؤال وإضاعة المال واعتمدت المقامات أيضا السجع أساسا لبنائها ومن أشهر المقامات كما أعرفتم سابقا مقامات بديع الزمان ومقامات الحريري والزمخشري ومن إحدى مقامات بديع الزمان قوله وبقي الحطب من أين احتطب ومتى جلب وكيف صفف حتى جفف وقوله أنا أسأل الله بقاءه حتى أرزق لقاءه وتعجب من قعود همته بحالته مع حسن آلته الخلاصة أن السجع هو اتفاق الحروف في حرف أو أكثر في نهاية الجمل هذا ما أردنا أن نذكره لكم من المحسنات البديعية ومن علم بديع وقلنا هو علم بديع هو الذي يهتم بوجوه تحسين الكلام وأن لا يكون متكلفا وأن يطابق مقتضى الكلام أو يكون في مقتضى الكلام لمطابقته هذا الحال أو يكون في البلاغة أن لا يخرج عن تلك البلاغة وأن لا يكون متكلفا مصطنعا مستحجنا هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر